الحمد لله من أكبر أسباب رحيل البركة من حياتنا ضعف علاقتنا بكتاب ربنا صدقون بعض الناس يريد البركة وهو يمر عليه اليوم ما قرأ من كتاب الله شيء ما ردد الفاتحة عشر مرات مثلا أو سورة الصمد الإخلاص عشر مرات ما قرأ جزءا من كتاب الله وقال الله في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك معنى الإعراض عنه وهجر القرآن أننا نترك البركة التي في القرآن سورة البقرة قال الحبيب عنها صلى الله عليه وسلم وأخذها بركة بركة سر جميل في حياتك وفي بيتك وفي بدنك وفي صحتك النفسية والروحية والبدنية أن يكون القرآن معك فعودوا للقرآن فلم ينزل القرآن في رمضان حتى لا يقرأ إلا فيه بل أنزل ليكون لك هدى ونور يسعى بين يديك حتى تلقى ربك استودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة